أمينا أردوغان سيدة تركيا الأولى سيدة تركيا الأولى سجلت حضوراً قوياً إلى جانب زوجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعكست صورة المرأة التركية المحجبة التي عانت من القمع خلال سنوات الحكم العسكري ولدت أمينا غولبران التي أصبحت لاحقاً أمينا أردوغان يوم 21 فبري من سنة 1955 في مدينة إسكودار بإسطنبول التركية تنحدر من قومية عربية وهي الإبنة الصغرى لعائلة متكونة من خمسة أبناء ولأمينا التي تزوجت أردوغان وهي في سن 23 عاماً ولدان وبنتان هما براق وبلال وإسراء وسمية وهذه الأخيرة تزوجت في ماي من سنة 2016 من الشاب سلجوق بيرقدار الذي يعمل في مجال صناعة الطائرات من دون طيار التحقت أمينا بكلية مدحة باشا أقسم للفنون وتركت الدراسة بإرادتها قبل التخرج توجهت بعدها بعد تركها للدراسة إلى العمل الاجتماعي والتحقت بجمعية النساء المثاليات التركية وفي إحدى فعاليتها التقت أردوغان لأول مرة سنة 1977 وبعد عام وبالتحديد في يوم 4 فيفري من سنة 1978 تم عقد قيرانهما لعبت أمينا أردوغان دوراً بارزاً في الحياة السياسية والاجتماعية لزوجها وساندته منذ أن كان ناشطاً في حزب الرفاه الإسلامي ثم في حزب العدالة والتنمية التركي حتى وصل إلى حرم السلطة رئيساً للوزراء ثم رئيساً للجمهورية التركية في الرابع عشر من أوت من سنة 2014 التزمت أمينا بالبروتوكولات الدبلوماسية التركية ورافقت زوجها وهي ترتدي الحجاب الإسلامي في تنقلاته الخارجية والداخلية وظهرت إلى جانبه أثناء زياراته الرسمية وجلست رفقة رؤساء دول العالم وزوجاتهم وتميزت بآناقتها كما كانت إلى جانب زوجها في مراسم رسمية داخلية مثل احتفالات الدكرى الـ 92 لتأسيس الجمهورية التركية في أكتوبر من سنة 2015 ولم تكتفي أمينا بدور مرافقة لزوجها بل أظهرت أنها صاحبة مواقف سياسية وإنسانية عبرت عنها في مناسبات عدة فقد دعمت اللاجئين السوريين وزارتهم في المخيمات زارتهم في المخيمات شاركت السيدة الأولى لتركيا مع ملكة الأردن رانيا العبدالله بصفتها ضيفة شرف في مؤتمر التعليم المبكر للأطفال من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية الذي أقامه وقف تعليم الأمهات والأطفال وعلى هامش قمة قادة دول المجموعة العشرين التي انعقدت في أنطاليا جنوب تركيا في نوفمبر من سنة 2015 دعت أمينا في كلمة الافتتاح بمؤتمر عن اللاجئين المجتمع الدولي إلى استنفار عام ووقفة أكثر أخلاقية ومعنوية في موضوع اللاجئين وقالت زوجة الرئيس التركي إن سوريا تشهد واحدة من أكبر المآسي الإنسانية عبر التاريخ ولنقل جميعا لا لجميع أنواع الظلم التي تهدد مستقبل البشرية دون التمييز بين الدين واللغة والعرق وضمن هذا السياق قالت أمينا أردوغان في ماي من سنة 2017 في ندوة حملت اسم أمل ورؤية من تنظيم جمعية التضامن الاجتماعي والتعليم ومركز التنمية المجتمعية وهي جمعية غير حكومية بإسطنبول والتي تنشط في مجال تدريب السوريات ودمجهن بالمجتمع التركي إن لدى بلادها خطة لتوظيف ألف سيدة سورية لاجئة خلال العامين القادمين في مدينة اسطنبول وفي أود من سنة 2012 نقلت كل وسائل الإعلام العالمية فيديو يظهر أمينا وهي تجهيش بالبكاء تأثرا بأوضاع أقلية الروهينغا المسلمة وذلك خلال جولة بمعسكر باندوبا في ميانمار وفي المقابل فقد أثرت بعض مواقف زوجة أردوغان استياء بعض الأتراك خاصة عندما وصفت نظام الحرملك الذي كان سائدا إبان عصر الإمبراطورية العثمانية بأنه كان مؤسسة تعليمية أعدث النساء للحياة وذلك خلال اجتماع رسميا عن السلاطين العثمانيين في العاصمة أنقرة في مارس من سنة 2016 وتؤيد سيدة تركيا الأولى التي تتميز بابتسامتها الهادئة مساعي بلادها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وقامت في أبريل من سنة 2010 بزيارة إلى بروكسل رفقة 200 امرأة تركية معروفة في مختلف المجالات تحت شعار المرأة التركية في مرحلة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ترجمة نانسي قنقر